موسيقى البيس السيسي يتابع جهود الدولة لدعم انشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر موسيقى الحكومة تنفي ايقاف المرتب في حالة الاجازات المرضية موسيقى موسيقى من بديل العشويات بمدينتين العبور والعبور الجديدة موسيقى مجزول الهم واخر الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم اكتبع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وتناول الاجتماع استعراض كل من اطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويسة واهم الانشطة الانتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية كذلك تطور عملية رقمانة النظام المصرفي بالدولة وقد وجه الرئيس السيسي بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسة مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الالكترونية كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمة الحكومية كما اكتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية وذلك لمتابعة جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحاته التنفيذية كذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة واستراتيجية تنمية الموارد وقد وجه الرئيس السيسي بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول إيقاف المرتبات في حالة الأجازات المرضية ومن جانبه أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الأجازات المرضية مشيرا إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على أجازة مرضية عن ثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغراف صلط الضوء من خلاله على حصاد قطاع الزراعة خلال العام الجاري وأبرز الإنفوغراف أن قطاع الزراعة والغبات والصيد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 669 مليار وثمانية من عشر من المليار جنيه وأوضح الإنفوغراف أن مصر هي الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة كما تأتي في المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السماكي وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم المزارعين أوضح الإنفوغراف أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكية وتطبيقه في 12 محافظة وتسليم 959 من 10 ألف كارت بها عقد وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إسكان بديل العشوائيات بمدينتي العبور والعبور الجديدة وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيسي جهازي مدينتي العبور والعبور الجديدة وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بمعدلة التنفيذ وتنفيذ أعمال المرافق بحيث يتم الانتهاء منها بالتوازي مع انتهاء تنفيذ الوحدات السكانية ووضع خطة زمنية مكثفة للانتاء من تنفيذ تلك المشروعات مرحليا وتسكين المستحقين لتلك الوحدات كان هذا مجزن الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى اللقاء